بسوار شخص امي دان زيني نويل اميسيون دووتر برغم بخريفيري لانج دو موند اهلا بيكم برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل لغات العالم وضمن السلسلة من حلقات يعني مخصصة للمستوى A2 النهاردة بنكمل ما بدأنا ونهاردة هناخد موضوع جديد وهو البرنامج بيخسونيل البرنامج بيخسونيل معناها الضماير الشخصية وانا قبل مبدأ في تفاصيل الموضوع عايز اقولكم انه القواعد بصفة عامة مش شرط انها تتاخد فيه وتخلص فيه نفس النبو او نفس المستوى يعني هتديكم اجزامبل يعني مستوى الـ A1 اللي احنا قلنا ان هو شامل طلبة المدارس من الاعدادي والسنوي هذه المستوى القواعد اللي فيه ليست كاملة يعني ليست كاملة بتفاصيلها عشان كده بنقول انه الضماير الشخصية اللي احنا هناخدها النهاردة لها جزء خاص بالـ A2 واللي احنا ان شاء الله هنشتغله النهاردة اجزامبل تاني عندنا مثلا في الحلقة الجاية هناخد الباسي كومبوزي الباسي كومبوزي موجود في الـ A1 ايوه موجود في الـ A1 لكن هل هو كامل هل هو تفاصيله كاملة في الـ A1 لا طبعا هو ان شاء الله هناخده وهناخد الجزء الخاص بالـ A2 في هذا الزمن بالنسبة للبرونان بيرسونيل يعني ايه برونان بيرسونيل وهذه القاعدة موجودة في القواعد الفرنسية لما كل قاعدة لازم يكون لها سبب البرونان بيرسونيل ضمير شخصية اساسا اخترعت في اللغة او دخلت في اللغة لوظيفة معينة لفنكسيون معينة هذه الوظيفة هي معروفة للجميع في كل لغات العالم انها لعدم عشان ما نكررش الكلمات لانه تتخيلوا معايا كده لو حد قعد مثلا يحكي عن شيء او يحكي عن شخص ومفيش القاعدة دي مش موجودة مثلا عنده حد مثلا لسه متعلم لغة جديد وعايز يحكي عن شيء ما كلك شوز وبيان كلكان فتخيلوا هيكون الكلام عامل ازاي هتلاقي كل ما ييجي يذكر الكلكان دوت هيذكره في كل جملة وكل ما ييجي يذكر الكلك شوز دوت هيذكره في كل جملة وده طبعا هيبقى سونيبالوجيك مش منطقي ابدا ما يبقاش كلام منطقي جدا يعني طيب البخونان بيخسونيل تفاصيله ايه هو احنا لازم نتعلم زي ما انا بقى قلتلكم الحلقة اللي فاتت انه الجرامير دوت هو وسيلة ما هوش غاية فعشان كده احنا لما نيجي ندرس الجرامير ما بندرسوش عشان احل بيه اجزرسيس لا انا هدرسه عشان استخدمه لذلك لما يكون عندنا الكونسبت دوت او المفهوم ده هيفرق معنا كتير في يعني طريقة استخدامنا للجرامير حتى طريقة تعلمنا للغة نفسها وطريقة فهمنا للقواعد الفرنسية لو انا درست قاعدة فرنسية عشان احل بيها اجزرسيس مش هتفيدني وهجا اتكلم مش عارف استخدمه لكن انا عايز اقول لكم ان انتو لما تيجي تدرسوا القواعد وانا هدوكم اجزامبل حي دلوقتي ازاي احنا ندرس القواعد عشان نتكلم بيها مش عشان نحل بيها تمارين البرونان احنا قلنا انها جت عشان 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 نتفادى تكرار الكلام طيب انا لما اجا افكر ان انا اعمل جملة واستخدم فيها بخنوم بيخسونيل ايه اول حاجة افكر فيه هو ده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه هو ده اللي هيخليك فعلا تستخدم القاعدة من غير ما تلجأ لي الطريقة التفصيلية والتقليدية بتاعة كل القواعد انا بفكر مثلا هتكلم عن اميس اشتريته يبقى انا اذا بحدد انا هتكلم عن ايه يبقى يبقى رقم واحد رقم واحد هو الكلك شوز والكل كا اللي انت بتتكلم عنه اذا كنت بتتكلم عن كل كا اللي هو شخص ما يبقى خلاص تحط في اعتبارك ان انت هتتكلم عن كل كا اذا كنت هتتكلم عن كل كشوز يبقى وحط في اعتبرك ان انت هتتكلم عن كلك شوز طيب لما نيجي نكمل ونسترسل في الكلام كلك كان ده والكلك شوز من عايز اكرره في الجملة اللي بعد كده ايه بقى اللي هيتم انها لازم حط مكانه ما يدل عليه واللي ما يدل عليه دوت احنا بنسميه بقى هي قاعدتنا النهارده اللي هي البحونو بخسونيل طيب بقى رقم واحد بنفكر في الشيء اللي انا هتكلم عنه او الشخص تاني حاجة اشوف الفعب اللي بيصف الكلك شوز او الكلك كان فيه فعب في الجملة اللي هو بيبقى مرتبط ارتباط مباشر بالحاجة اللي انا بتكلم عنها يبقى البحسون او الشوز اللي بتكلم عنهم بشوف الفعب اللي انا مستخدمه في الجملة التانية اللي انا مش عايز اكرر فيها لا شخص ولا شيء الفعب الاساسي اللي مرتبط بيه اللي انا هتكلم عنه هو ده مربط ايه مربط الكلام هو ده البوان يعني اسانسيال نقطة الجوهرية انك تحدد ايه هو الفعب اللي هيكون مرتبط ارتباط مباشر بالشيء اللي انت مش عايز تكرره طيب لو انا خلاص انا حددت الكلك كان او الكلك شوز وحددت الفعب خلاص انا بقول لكم الكلام ده بطريقة اغال عشان مش عايز دايما يكون الشرح دايما بيبقى يعني خلينا كده نفهم بعض الاول ويكون تشبعنا من المفهوم العام لاستخدام القعدة وبعد كده براحتنا نكتب له انا عايزين نكتبه طيب انا اشتريت قميس يعني انا في قميس انا اشتريته مبارح يبقى الاميس ده انا اشتريته مبارح يبقى جباغلو دو كوا مانتنا جباغلو دو كلك شوز انا بكلم عن شيء ما اللي هو ايه اللي هو ست شميز الاميس ده طيب الجملة اللي بعد كده المعلومة اللي بعد كده التفصيلة اللي بعد كده اللي انا عايز ازودها عن الشميز ده هو ان انا اشتريته مبارح طيب ايه الفيغب اللي مرتبط بالشميز ما انت ممكن تلاقي في الجملة التانية اكتر من فيغب بس فيه واحد بس هو فيغب واحد بس هو اللي احنا هنتعامل معاه فقط لغير هكرر الحتة دي تاني ست شميز الاميس ده بعدين جه اشتي ايار مش اقول البرونان بيرسونالي بقى اشتي ايار انا اشتريته مبارح انا قلتها من غير ما استخدم البرونان بيرسونالي طيب اشتي ده هو ايه هو البرب اللي متصل بمين اللي انا هتعامل بي او هتعامل معاه فيه ما يخص الشميز اللي هو الاميس طيب هتديكو ايجزامبل كام فيغب عندنا ده فيغب طب فين الفعل المباشر او الفعل الذي يخص الشميز بطريقة مباشرة اللي يخصه بطريقة مباشرة اللي هو امي ولا فيغب ماتخة اكيد كلكم قلتولي فيغب ماتخة من هنا بقى نعرف كويس جدا ان فيه حاجة اسمها فيغب حتى لو كانوا اكتر من فيغب في الجملة لازم احدد واحد بس هو اللي يخص الكمبليمو اللي انا بتكلم عنه اذا كان كلكا او كلكشوز هل ده هيأثر طبعا هيأثر كتير هيأثر في ايه هيأثر في ان لو كان البرب ده مع الكلكا او الكلكشوز لما بنستخدمهم مع بعض في اي جملة كده بعيد عن الجملة دي خالص ولقينا البرب ما بياخدش اي بريبوزيسيون اي حروف جر مع الكلمة اللي بعدها اللي احنا بنقول عليها اللي ايه الكمبليمو يبدأ بنعتبره بنعتبره سي او دي يعني الكمبليمو ده بنعتبره سي او دي يعني ايه سي او دي ديراكت يعني مفعول به مباشر طب ايه مباشر يعني طب الفرد لو كان غير مباشر هيأثر اه طبعا هيأثر لان الدي راكت ده بيبقى لي ضماير والان ديراكت بيبقى لي ضماير سي او دي ضماير والسي او اي لها بنعتبره مختلفة خالصة عن السي او دي يا رب كده يكونوا فهمتوا احنا عايزين ايه والمفهوم بتاع استخدام البرونوم بيرسونال ونبدأ بقى عشان ناخد التفاصيل عشان هدلوقتي في التفاصيل هنكتب ايه هما البرونوم بيرسونال وانواعهم ايه وايه هما السي او دي وايه هما السي او اي وعضوهم ايه في الجملة لو كان عندي مثلا فيرب واحد هيتحط فين وهكذا كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل حالا نخش بقى على الداتا ونشوف ايه هو البرونوم بيرسونال وتفاصيل البرونوم بيرسونال ادي البرونوم بيرسونال البرونوم بيرسونال ليه الدمائر الشخصية ست شميز دكار وبعدين جرغل يبقى دلوقتي انا بتكلم عن كلك شوز اللي هو السيت شميز اللي هو القميز ده وبعدين ج فوان ايه هشتي ايه وبعدين هقول مثلا سه كوم أن ج پوان تليفون شك جور دول گم لتين في الجملتين دول هيوضحونا كويس جدا ايه هي انواع البرونان ايه اللي انا بتكلم عنه هنا انا بتكلم عن شميز طب ايه الفرب المناسب او ايه الفرب اللي يخص شميز هنا في الجملة التانية احنا عندنا كم فرب احنا عندنا فرب افوار وعندنا فرب اشتي افوار مع اشتي بيكونونا زمن اسمه باسي كومفوزي اللي احنا هنقدو ان شاء الله الحلقة الجاي اشتي ده هو الفرب البرنسيبال بتاع الدوزيان فراز او الفراز برنسيبال يبقى البروبوزيسيون برنسيبال اللي هو الجملة الرئيسية دي الفرب الاساسي فيها فرب اشتي هو اللي بتعامل مع مين مع شميز بناء على العلاقة اللي ما بين فرب اشتي وشميز هنقدر نحدد انه الشميز ده هيبقى سي او دي ولا سي او اي يبقى عندنا الضماير لازم نعرف التعبيرين دول او المختصرين دول ده مختصر ليه كمبلمان دوبجي ديركت مفعول به مباشر كمبلمان دوبجي انديركت مفعول به غير مباشر طب لما انا استخدم الفرب اشتي مع شميز يطرى الشميز هنا هيبقى سي او دي ولا سي او اي هل بنستخدم بريبوزيسيون مع اشتي والشميز طالما ما بستخدمش بريبوزيسيون اللي هو حرف الجر يبقى يعتبر دوت سي او دي وملوش علاقة ابدا بالسي او اي وبما ان احنا خلاص قررنا ان سي او دي سي او دي يبقى لازم اطلع كده بالانواع الاربعة بتاعة السي او دي يبقى كده متهيقلي يعني بقى الموضوع اوضح كتير جدا ان انت بتجيب البرون بخسونال اللي مين وبتحدد النوع بتاعه ازاي بناءا عن اي بالترتيب كده بتكلم عن اي وعن مين وبحدد بناءا على الفغب دوت ان هو انهي نوع من الاتنين سي او دي ولا سي او اي ولو كان اي نوع من الاتنين ادي الضماير فوقها هي وهنقى ما بينهم بناءا على التسكير والتأنيس اللي موجود في الكلمة اللي انا هتكلم عنه كل اللي واقع سهل يعني احنا دلوقتي عدينا المرحلة الصعبة عدينا المرحلة الصعبة السي او دي دا في ايه فيه ل وفيه لا وفيه ل وفيه حاجة اسمها ان دول كتر طب اللي واللا دي بيبو ايه بيبو الا في حالة انه اذا تصادم او تجاور هذا الضمير مع فبالتالي احنا دلوقتي عندنا يعتبر خمس اختيارات اربع اساسيين خلاص وفيه اتنين بيتحولوا لالا في حالة وجود في طب هنا ستشميز طبعا كلكم عارفين انه ستشميز دا اي كلمة بيجيبها لك بيجيبها لك لازم يجيب لك قبلها ياما ادا ياما بوسيسيف ملكية ياما اي حاجة تدل على المسكولان والفيميناء بتاعة الشيء اللي انت بتتكلم عنه او الشخص اللي انت بتتكلم عنه كلكم عارفين ان ست دي ديمونستراتيف يعني اسم اشارة وفيميناء كمان ففيميناء على طول هتروح نروح للمين هنروح لليه اللي هو اللا دي خلاص ياما لأبستخوف دي ياما لأون دي لانه اللي مستحيل واللي مستحيل كده احنا قربنا الاختيارات انا مرضتش اختار الاختيار المزبوط على طول عشان ما ضيعش فرصة ان انت تشوف الباقي دوت شروطه ايه ونظامه ايه لو احنا هنختار اللا يبقى لازم هنا البوان دي الفغبة فيها ما يبدأش بفويال يبقى اذا مش لا يبقى كده اول اول حاجة راحت مننا طيب الال هنا في يبقى دي فيها احتمالية انها تكون الال لغاية لما نخلص موضوع الان ده هو موضوع الان ده عبارة عن ايه الموضوع الان ده ضمير مباشر ما بيجيش الا لما يكون الكمبليمون ده اللي انتو شايفين اللي انا بحط عليه خط ده اللي هو مكان شميز لازم يكون مستخدم معاه حاجة من الكاتخ شوز دول خلاص ضروري يكونوا موجودين زي ايه مثلا هما ايه مثلا الكاتخ دولت اولا النكرة اللي هي الان دي فيني الان دي فيني دي يعرفينها كلكم لها وان ودي وطبعا هنا ستش ميزم فيهاش طب ايه الشرط التاني بتاع الان اللي هي الباختتيف ايه هي الباختتيف يعارفين كلكم اللي هو دي ود لا ود ال ود ايه الشرط التالت الشرط التالت اللي هي ال يعني كمية اي كلمة تدل على كمية زي كلمة بوكو مثلا وبعدين عكسها كلمة ب يا ام يا ام يا ام عكسها مو يا ام مثلا موتي اللي هو اللي هو يعني نص الشيء يا ام اي حاجة فيها كيلو جرام يا ام حاجة فيها فيها لتها دكار يعني كل ما هو يعتبر كمية هيبقى شرط من شروط الان الحاجة الاخيرة بقى اللي هي ايه اللي هي الاعداد اي عدد اي عدد اي عدد لو موجود جنب الشميس ده او بيوصف الشميس ده بيحدد كمية الشميس ده يبقى خلاص يوه ده من شروط الان طيب هنا في الجملة دي في الفراز دي بما انه ما فيش ولا حاجة من دول يبقى اذا احنا مش هنروح للان خالص نهائيا وهيبقى الحل اللي هو ال 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 كلام اللي انا قلته ده موجود في ال ا ما فيش اي مشكلة فيه لكن في بقى ال ا د لازم نشوف ايه الجديد ايه هو الجديد بقى الجديد يا جماعة اننا لازم اضيف ل زيادة هي دي بقى الحاجة الزيادة اللي موجودة فيه اللي موجودة في الاردو ايه هي الاكور لازم يكون اكور دي لازم تحطله اكور بناء على الجنر اللي هو النوع بتاع البرنوم البرسونيل لو كان البرنوم البرسونيل ده احنا قلت ده من ال ديريكت من السي او دي لو فيه اي حاجة من السي او دي ويركزوا معايا قوي الاكور ده اللي انا حطيته هنا خاص بالسي او دي فقط يعني لو شرحنا السي او دي مش هنقول اي كلمة عن حكاية اكور او مش اكور احنا هنتكلم عن السي او دي يبقى لازم نشوف الاكور طيب الاكور ده بنحطه امتى اولا لازم الجملة تكون في ده شرط ما فيش اكور بيتحط في 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 حاجة اسمها كده لازم الاكور يكون في اسم مفعول اللي انتو هتاخدون ان شاء الله الحلقة الجاية في يبقى دي كده جملة كده كده هنفكر في الاكور هنحط اكور انا مش حط اكور لان الاربع دول مش كلهم بياخدوا اكور مش كلهم بياخدوا اكور طيب مين اللي بياخد اكور اولا اللي بياخد اكور هم في دول هم اتنين بس اتنين ايه هم اللي هو الفمينة والبلوريال الفمينة والبلوريال الفمينة هياخد ا اكور زي ما انا حطيتها انا اشتي ا يعني انا كده هكتب لكم ادي فيرب اشتي اللي انا اه حطيته في الجملة اهو احنا بنحط ا امتى وبنحط اه اس انت وبنحط اس انت هو ده الاكور ده اللي انا بسميه الاكور اللي هو التابعية الاكور اللي هي التابعية دي بتحط في جملة باسي كومبوزي اهو ا اي وبعدين اشتي ده مع مين مع الله و اللي تحولت ال ايه الابوستخف والاس المين لو كان هنا في L-E-S طبعا بلوريال مسكولان يعني مسكولان بلوريال أما ال-E-S دي هتبقى برضو هتخص هنا ل بس هتكون للفيميناء يبقى في عندنا اللا أو ال-L أبوستخوف لو كان في فويال وال-L لو كان مسكولان بلوريال أو فيميناء بلوريال وليا دي فيميناء بلوريال وديا اللي هي ال-S دي خاصة بالمسكولان بلوريال هو دا الأكور فلما نيجي نرجع تاني للباج اللي هي بتاعت الجملة أهي يبقى احنا عرفنا إن ال-E اللي تحطت هنا تحطت عشان لازم يكون ال-PACC-PACC-ACCORD مع ال-PACC-COD لما نيجي نبص هنا الفرب الأصلي هنا تليفون مع مين؟ مع كوبان يبقى مين اللي بيتصل؟ أنا اللي بيتصل بالكوبان يبقى هنا الفرب دا هيحتاج preposition مع ال-Complement دا فبالتالي إحنا هنقول إن ال-C-COPAN دا C-O-E وال-C-O-E دا Complement d'objet indirect و-C-O-E دا هيبقى لي طبعا شرح تاني وطريقة تانية بوعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل الجزء الخاص بال-C-O-E وناخد كمان عليه إجزارسيس وبعدين نتكلم على ال-PACC-Composé Je vous remercie beaucoup حلقتنا انتهت je vous attend أنتظركم إن شاء الله Merci et au revoir